الميكانيزميز اللي موجودة عندنا في ايش بي عشان نعمل بها خمسة ويل فور ايتش دو ويل والريكورجون تعال نبدأ بالويل الاول الويل دي كأنك بتقول الانتربيتر كده طول ما كنديشن معين ترو ابدأ اعمل كزا خليك كده شغل عمال تعمل كزا فالانتربيتر بي عمل زي حمار جوحة كده فرهود عمال يفضل يعمل كزا طول من كنديشن ترو فانا انا وعملت هارد كودة كنديشن ترو كده وقلت لك مثلا ايكو هلو ما تعملش كده وما تروحش تعمل رفرش لان دي انفينيتي لوب يعني بس الفكرة ان دلوقتي كده الانتربيتر بيبص انا قدامي ويل وفيها هارد كودة ترو الصباح الفل دي انفينيتي لوب انا هروح بافضل اعمل ايكو هلو 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 لحد الانفينيتي فالميموري ممكن يخلص مني عادي والجهاز يعلق والويب سايت تقفل وكل الكلام ده هتلاقي حصل قدامك فما تعملش رفرش يعني بس للتوضيح يعني لو جيت عملت رفرش كده هتلاقي فيها اللوب يحصل وفي حبة كده كده فوق خلينا نقفل ده بقى عشان مشكلة هنا خلينا نشيل دي ونعمل كده فيها فولس بس بحيس ان ده هتبقى ما تحصلش على طول وايكو مسلا هلو لو جيتها روحت على بتاعي مش هتلاقي حاجة طيب اللوبس بقى انا ممكن اعمل بها ايه اللوبس دلوقتي مسلا لو انا عندي الري لو قلت مسلا عند احمد ومحمد وسع العاوي ومين تاني محمود مسلا وعايز اعمل ايكو لكل يوزر من دول في دلوقتي مسلا انا عايز اعمل ايكو اليوزر اليوزر زي اصدي واجيب يوزر معين فمرة عايز الكيل اللي هنا يبقى زيره مرة يبقى واحد مرة يبقى اثنين ازاي اقدر اعمل كده بقى اقدر اعمل كده عن طريق كذا حاجة ممكن نعمل كده بالفور ايتش وفي الفور لوب والويل والدو والريكورجن وممكن نعمل كده بالاري فونكشنز فانت قدامك كذا ابروتش لنفس البروسيدير او لنفس الريزولت اللي انت عاستوصل لها تعال نجرب الويل احنا طبعا كنا قبل كده شفنا زي نقدر نعمل حاجة زي دي بالاري ماب فتعال نشوف دلوقتي اللوبس بتعملها زي لو جيت قلت مسلا ويله اعايزasty عابر في كاونتر كده الاندكس بتاعي الاندكس دي ده اصغر من بتاع اليوزرز. طيب ايه الكاونت بتاع اليوزرز? الكاونت بتعدلي انا عندي كم اليمنت جوال اريه. فبدل الكاونت اليوزرز دي هتلاقي هنا دولة اربع اليمنتز هتلاقي هنا اتحطت اربعة. فكي انك بتقول ويل زيرو اصغر من اربعة. ده على طول هيبقى ترو. فعشان كده بنخليه جوه بحيس ان احنا نعمل انكريمنت على الفاريابل ده في اخر كل اللوب. طيب انا بقول الانتربيتر ده. اعمل ايه بقى هنا? هتقول له ايكو اليوزرز بتوعك ايكو اليوزرز. بالاندكس بتاعك ده. احط مثلا هنا لينبريك ولا ايه حاجة. بعد كده انكريز بقى الايلمنت ده اللي هو الاندكس ده انكريز عليه واحد. بحيس ان هو اول لوب يبقى بزيرو. تاني لوب بقى هيبقى بواحد. تالت لوب هيبقى باتنين وهكذا. لو جيت عملت رفريش هتلاقي احمد ومحمد وصراعوي وما فيش انفينيتي لوب حصلت. طيب تعالي نشوف الابروتش ده بالفور لوب. طيب الفور لوب هي هي بالضبط الويل. نفس كل حاجة. بس الفرق في الانيشيلايزيشن بس. يعني في الويل لو رجعتها تاني. حتى اخلي اثنين جمع ببعض كده. الفور لوب بتختلف ايه? انا هنا كنت بعرف الاندكس بره. ده تجوها البارانثيز بتعطي الفور لوب. بقول له الاي بيساوي زيرو. الاي دي بتبقى اختصال الاندكس يعني يا كومن كونفينشن ان الاندكس هنا بيتسمى اي. بعد كده بحط الكنديشن هنا. ممكن مسلا نقول ان الفور بتبقى الاندكس هنا. بعد كده الكنديشن. بعد كده الانكريمينت. الانكريمينت. هنقول الانيشيلايزيشن بتقول اي بتساوي زيرو. والكنديشن الاي اصغر من بتاع اليوزرز. والانكريمينت هتقول اي بلاس بلاس. لو ده حصل اعمل ايكو. اليوزرز بالاندكس. اه بالاي بقى. خلينا كده مسلا في لاين بريك. لو جيت عملت رفريش هتلاقي احمد محمد زلعاوي محمود. فانت هتلاقي ان هو نفس الابروتش بالزبط. فيش اي حاجة. وما فيش اي اختلاف يعني. طيب. الابروتش التالت. خلينا نعمل كومنت دي برضو. الدو وايل متختلفش عن الوايل في اي حاجة. الا حاجة واحدة بسيطة. انت بتكتب دو قبلها. هي اكيد يعني مش بديهيات حمادة هلال. بس هي الفكرة ان الدو وايل. الدو دي بتقول الانتربيتر هتعمل حاجة واحدة بس هنا. قبل اللوب بتاعتك. يعني ايه. يعني انا قلت ايكو هلو. وعملت هنا وايل فولس. المفروض وايل فولس دي عمرها ما هتحصل. هتلاقي ان فيه هلو واحدة طبعت على اقل. يعني دو بتعمل الكود وانتس. بعد كده بتبدأ تشوف الكنديشن اصلا اللي جوه اللوب ده صالح ولا لا. يعني هل هو ترو ولا فولس. بس مهم ان الدو هتشتغل الاول. فانا ممكن اعمل مسلا ايكو هلو بعد كده. اقول ايكو مسلا اليوزرز بالكاونتر ده والاندكس. اندكس بالمنظر ده. وبعد كده مسلا اقول الاندكس بلس بلس. وهقول مسلا ان الاندكس هنا بيسوي زير. ودي هتبقى الاندكس اصغر من الكونت على اليوزرز دول. هتلاقي فيه هلو وجنبهم الاسامي. بس كل مرة بتحصل ايه? هلو احمد هلو محمد هلو سالعيب وهكزا. فكرة ان الدو بيحصل بتاعها اول مرة. لو مسلا خليت دي كده اكبر من. وشلت بس الطاعة دي عشان ما حصل ليش انفينيتي لوب. هتلاقي هلو احمد اتحطت. يعني هو عمل ايكو. هلو و ايكو. بعد كده بقى يروح يبص على الكندشن. لان الكندشن بفولز رح خارج من اللوب وعملش هي حاجة تانية. طب اخر اتنين عندنا. الفور ايتش. والريكرش. تعالي نبدأ نتكلم عن الفور ايتش. الفور ايتش هي لوب زيها زي بقية اللوب بس معمولة عشان الاريز بس. يعني ايه? يعني دولات مسلا الفور والوائل والدوائل بالحاجات دي. ممكن تعمل بها مسلا حاجة زي ان انت هتأكل ايكو اه باترن معين من الستارز تلاقي حاجات في الانتروفيو ايه حاجات عبيطة. بتفضل تعمل ايكو كده. الفور ايتش بتدارش تعمل ده. الفور ايتش بتشتغل على اللوبس بس. ده ليه? لان انت ممكن تعتبرها انها تقدير كده مسلا. فور ايتش. انه الري. دو سمثن. يعني لكل المنت موجود جوه الري. اعمل حاجة على الالمنت ده. عنضة المنت مثلا. فهي بتاخد الري. وبتلوب بحيث انها تفصص الاريه دي element element وتبدأ تعمل procedure معين او algorithm معين على ال element ده بس فلو نددتها ال users دي ال users دول كده بتعمل alias بقى بتخلي مثلا ال users دول بتديها اسم تاني اللي هو as user يعني هتعامل كل element singular ال element الاول مثلا هنا الاسم محمد ده في اول loop هيبه هو ده ال user هيتعمله بص هنا في تاني loop محمد هيبه هو ده ال user فانت بتحط بس هنا placeholder بحيث ان كل loop اليوزر ده بيتغير فتقول مثلا ايه كو لو جيت عملت refresh هتلاقي احمد محمد سالعبي محمود فال for each يعني هي احسن ان انت تتعامل مع ال arrays وطبعا الاحسن من كل دول اساسا ان انت تتعامل بال array functions بقى ان انت تتعامل بال array map يعني هيكون احسن من كده تعال نشوف اخر حاجة وهي recursion 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 ده ايه ده concept ممكن تستخدمه في حاجات كتير زي اللوبس مثلا بس بطريقة احسن يعني ايه يعني دهوقتي مثلا انا لو عايز اعمل factorial function function كده بتاخد رقم واجب لي factorial بتاعه لو انا مثلا قلت عايز اعمل function اسمها factorial لما عملها كل على الرقم خمسة تديني result 120 تعال نشوف هنعمل ال approach ده ازاي لو قلت لك عندي function اسمها factorial الفونكشن دي هتاخد انت نمبر ممكن تريترن انت هنشوف بقى ده بتعمل ايه الفونكشن دي بتاعها لا يمشي ازاي هو الفكتوري يمشي ازاي اصلا انا باخد رقم خمسة نخلي ان بضربه في ان ماينس ون بعد كده بضربه في ان ماينس اتنين بعد كده في ان ماينس تلاتة لحد ما يوصل ان الان ده يبقى بواحد او ان انا اوصل يعني ان بضرب اللي هو الواحد في واحد حاجة زي كده طب اعمل حاجة زي دي زي بقى هقول مسلا في صغير كده بس الماثماتيكا يعني اف مسلا النمبر ده اصغر من او ساوي الواحد لان الفكتوري البتاع السفر وبتاع الواحد بيبقى دايما بواحد ما بيتغيرش عن كده هو مالوش فكتوري يلتاني فده صغير كده ماثماتيكا يعني مالوش دعوه بالبروستير اللي هنالتين يمشي عليه باللوك طيب الس بقى نعمل ايه طيب اسموه كده لو انت بتعمل التشيك والتشيك بتاعك بيريترن حاجة مثلا زي كده فمش محتاج ان انت تعمل الس كنديشن ليه لان هو لو الكنديشن ده بفولس هو على طول هيدي يكمل من اول هنا فمش محتاج ان انت تحط لو انت الكنديشن بتاعك ماشي مثلا فيش مالتفل كنديشن او مش محتاج ان انت تعمل الس اف مش لازم ان انت تحط الس انت كده كده او من تعمل الترن الحاجة هنا هي دي اللي بتعملها الترن على طول طيب خلينا نرجع لموضوعنا فاقوله هنا دوقتي انت هترترن حاجة تانية ايه هي بقى الحاجة دي انت هترترن النمبر مضروب في نفسه ناقص واحد بس ازاي لو قلت مسلا النمبر مضروب في النمبر ماينس واحد ده اللي انت اصدك عليه لو جيت عملت رفرش هلا بس نعمل ايه كل الحاجة دي بتلاقيه بيقولك ماينس تمام اه دي نمبر مش ان تمام هتلاقيه بيقولك اربعة وعشرين ده الليه بقى اربعة وعشرين دي لان انت دلوقتي بتعمل مفماتك كالاوبريتر عادية انت دلوقتي بتقول خمسة في خمسة والريزلت اللي تطلع ناقص لي منها واحد فهي خمسة وعشرين ناقص واحد مش الفكتوري الخالص اللي انت عايزه طيب انا ازاي دلوقتي اقول للانتربيتر انا عايز اعمل لوب مسلا على النمبر اللي عندي دول بحيس انها تفضل تقول نفسها او حاجة زي كده هقوله انت هتقول الفنكشن فاكتوري التاني هنا بقى ده هو ده الريكورجين ان الفنكشن بتعمل كل على نفسها لو جيت عملت رفريش هتلاقي الالو تغييره تعالي نفهم كده واحدة واحدة بقى يبدع عن المثال ده اصلا تعالي ننزل هنا نعمل كومنت الكول ده يعني ايه ريكرجين بقى اصلا الريكورجين ده هو فونكشن بتعمل حاجة الحاجة دي انها بتنادي نفسها ازاي يعني دهاتي ما ازلا انا عملت فونكشن كده اسمها كولمي وانس and i will eat your memory. هو اسمه قادي يكون ويرد بس هو بيعمل ايه? انا لو جيت دلوقتي اعمل ريكارزف فونكشن. الفونكشن قلنا انها بتكون نفسها. في دلوقتي الفونكشن دي لما اجي اعمل لها كول بقى من هنا الانتربيتر قل له اعملي بتاع الفونكشن دي. هيجي بص اول مرة اعمل لها كول الفونكشن بتعمل كل نفسها. هتعمل كل نفسها. هتعمل كل نفسها. وهكذا بعد حد الانفينيتي. فاللي بيحصل ايه? ده انا ما اجعمل رفش. سوري. اه لا. هتلاقي دلوقتي بقولك الالاود ميموري سايز. يعني انت دلوقتي الليمت بتاع الميموري اللي تقدر تستخدمه. خلاص كله تاخد. مسلا بتاخد اتنين جيهة مسلا من الرام. ده كتير جدا اكيد بس هي لها الميت معين. الريكارزف بيفضل يستخدم الميموري دي لحد ما يخلصه. فعشان كده بقى انت بتحط كوندشن معين. زي هنا. الكوندشن ده لو احنا شلناه. هتلاقي مبدئيا الرقم من هنا. لو تحط بواحد هيحصل ان واحد. مضروف الفكتوريا بتاع واحد ناقص واحد بزيرو. بعد كده زيرو ناقص واحد وتنزل نيجيتف انفينيتي وهيحصل اللوب. واللوب دي هتاخد الميموري بتاعك. فعشان كده احنا بنحط الكوندشن ده. طيب بان ده كده مفروض فيهم تعنيه. تعالى بقى نفهم المثال ده بيمشي ازاي بالزبط. يعني لوب لوب كده اللي بيحصل. لو جيت عملت رفريش. تعالى في اول لوب. الفكتوريا الخمسة. هناخد الخمسة دي. هبصيها هنا كانتجر للفاريابل ده. حلو. بعد كده ايه اللي بيحصل? الفاريابل ده هيبقى هنا. هيحصل الكوندشن عليه. اف النمبر اصغر من او سوى واحد. هل الكوندشن ده ترو? خمسة اصغر من الواحد? لا. ده فوض. هيخرج بره الاف الاف ستيتمنت دي ويجي هنا. طيب هتريترن بقى ايه? نمبر مضروب في الفكتوريا الكول. يعني انا فيه اسمها فكتوريا هتعمل عليها كول. هيبص ان الفكتوريا هي دي نفسها. هيبدأ ايه اعمل الكرز كول بقى هنا. بس هيديها مختلف اللي هو ايه نمبر ماينس ون. فالخمسة اللي كانت هنا دي هتتبوصها تاني بس ماينس ون. فتبقى ايه 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 اي وهد نفس الفنكشن دي بالزبط مش هغير اي حاجة هنا نفس الفنكشن هنعمل لها كل هناك بالمنظر ده سنتكس بس بتتغير ان ما فيش حاجة هنا اسمها type painting out return type ممكن يبقى واحد بس يعني ما بتتحاطش الدولار سين برضه بقى نشيل كل الدولار سين اللي هنا ده تمام احنا كده شغلين جوابا سكريبت نفس الكون سبت بالزبط الفنكشن دي بتعمل لها recursive call بحيث انها تفضل تندفسها هنغير فايل البيتش بي هنخليه بالمنظر ده حيث ان احنا نعمل call للسكريبت ده ونيجي ده 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 نعمل refresh عشان لاي اي اختلاف تعال اناعمل call للفنكشن دي والفاكتوريال ويديها الرقم خمسة مش هتلاقي اي حاجة لو بس لو جينا عملنا console.log حيث ان احنا زيها زي الايكو بالزبط بس على حاجة هيا اسمها الكونسل هتلاقي مئة وعشرين طيب ما فيش اي اختلاف في اي حاجة نفس الكونسل نفس كل حاجة اللي اختلاف بقى في ايه في حاجة في جابسكت اسمها كلمة debugger مش مطالب ان انت تفهم ايه ده بس ثانية هتفهم احسن منها دلوقتي ال debugger ده بقى بيعمل ايه بيخلينا مشي في الكود سطر سطر واللي بيحصل فيه بالزبط ففي حاجة هنا اسمها ال call stack ال call stack دي هي المسؤولة عن ان انا مجي اكول فونكشن بتبدأ انها تعمل بتاعها دي حاجة موجودة في موجودة عندنا هنا في جابسكريبت ممكن تكون موجودة في لغات تانية مثلا ال call stack بقى هنا دلوقتي ممكن نعمل ايه لو انا مسيت step ايه لو عملت step مثلا one call هلاقي ان انا دلوقتي جوه ال line ده اللي هو طيب هعمل ايه هعمل كل هتلاقي ان هنا تحطت على طيب لو مشيت خطوة كمان هتلاقي ان انا وقفت هنا عند ده ايه هجي هنا ثاني هتلاقي ان انا عملت كل هنا دي ترجعت ثاني وجوه ال condition مشي تخطوة كمان هتلاقي ان انا رجعت هنا واثلا ان النمبر معك بيقل تمام ان النمبر هنا كان ستة بقى آآ كان خمسة بقى مشيت خطوة كمان النمبر هنا بقى تلاتة الفهم فده اللي انا اكلمك فيه ان النمبر كل مرة ينقص واحد وبيرجع يتعمل له بوس تاني. لحد ما توصل لمرة ما هتلاقي ان النامبر هنا بقى اثنين بقى واحد. الكون دي يبقى true. هيخش هنا. قبل كده ما كان بيقف هنا وينزل. دللوقتي دخل هنا وعمل باحد. هيرجع يبقى return واحد. بعد كده يرجع النامبر باتنين. كده يرجع النامبر بثلاثة. الكون قبلها اللي هي الفاكتوريال دي. ويرجع الفاكتوريال اللي قبلها بقول. معها النمبر اربعة. معها النمبر خمسة بعد كده يرجع بقى معاها النمبر خمسة فكتورية دي كتل الريزلت النهائية انها بقيت من مئة وعشرين. ده ممكن يكون معقد جدا بالنسبة لك في اول مرة ان انت تسمعه بس هو الموضوع بالزبط زي ما بيحصل كده ان انت الفكتورية او الريكورجن بيحصل ازاي? انا بقول اول مرة بيبقى فيه دايما عنده بيحصل كسر لللوب دي. فحاجة مثلا زي الفكتورية اللي تسمنا دي الكنديشن ان انا اكثر بيه اللوب ان النمبر يبقى اصغر من او يسوي الواحد. اللي عندها هاعمل ريترنبل الواحد بقى اللي هو خلاص. هارجع برا لللوب دي وهاكمل بقى الكل بتاعي. طيب غير كده باخد النمبر وكل مرة بقلل منه واحد وببصيل الفونكشن تاني. فلما يتبصل الفونكشن يفضل يقل لي يقل لي حد ما يوصل للواحد. اكثر اللوب ارجع بقى تاني بالبروسيدور بتاعي. ده ممكن يكون تقيل فعلا وفكرة اصلا هي اكثر من ان احنا نتكلم عليها في البيزيكس. هنرجع لها تاني بقى في الانترميديات ليبل. بس ده عشان تبقى فاهم الدنيا بتحصل ازاي في الريكورجن. طيب خلينا نرجع بقى تاني كده. سحقول الحاجة زي ما كانت. طيب احنا كده اتكلمنا على كل انواع اللوبس اللي قدامنا. اتكلمنا على التيبس والتيب انتنج وفهمت الوبريتورز اللي موجودة عندنا. طيب انا شايف ان كده اكفال لحد دي. من الفيديو الجهة هنبدأ ان احنا نتكلم عن حاجة مهمة اللي هي كل دي فونكشن هنتكلم عنها عندك الانكلود ركواير فايل. ازاي تقدر تهندل فايل عندك في فاتش بي. لو انا مسلا هتشغل في فايل وعايز اتعامل مع فايل تاني. او مسلا عايز اكريات فايل. عايز ا ابلود فايل ادام لوت فايل. فازاي بقدر من الحاجات دي. دي سكشن كامل على ديكمنتيشن اسمه فايل مانجبنت او فايل هندلينج. كل الفونكشن دي بتساعد ان احنا نهندل الفايل ابت عادة. هنشوف ازاي بنتعامل معها. بعد كده نتكلم عن حاجة تاني مهمة وهي الفاريابل سكوبينج. الفاريابل سكوبينج اللي هو هل المتاح ان انا استخدمه في الاسكوب ده او في النطاق ده ولا لا. هنتكلم بعنا قدام في الفيديو الجاي. فعشان كده. ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب. عشان يوصل لك بالفيديو ده اول ما تنساش ان انت تبص في الديسكريبشن هتلاقي حبة لينكات مهمة. منهم طبعا لينكات السوشيال بدايتنا لو انت حابب ان انت تعملينا فولو. عشان احنا بنزل كتير في الجروب مسلا ممكن تسأل عن حاجة. لو انت كان عندك اي سؤال ممكن تسأل عنه في الجروب وحد بيجاوبك. البيجي بينزل عليها في كل فيديو بينزل. بينزل برضو بعض التبس والتريكس اللي ممكن تحتاجها في بيتش بي ولغاب تانية زي جوابا سكريبت مثلا بايثون. برضو بيبقى في بعض الحاجات زي هلبر فانكشنز بنقض اشرحها يعني كان فيه بوست نزل من الفترة عن الاري فانكشنز اللي ممكن تستخدمها. بيبقى فيه بتنزل يعني حاجات ممكن تساعدك كده وانت شغال تعدي من انتروفيو معين حاجات زي كده. برضو هتلاقي في الريسورسز بعض الحاجات اللي احنا بنشتغل منها زي الريسورسز الاول ليك. وحاجة مثلا زي كل الريسورسز دي يعني هتفيدك ان انت تقرى منه. فعشان كده ما تستاش ان انت بوص على الديسكريبشن. الهنا هنكون خلصنا. من انتكون استفدت بالفيديو ده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.